تارك الذي بيده الملق وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والخياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هفير ولقد ذينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما لشياطين وعطدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فرد سألكم غذنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أفهاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأفهاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأثروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من الخلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأملتم من في السماء أن يخفف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أملتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطيد فوقهم صافات ويقبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أو من هذا الذي هو جند لكم ينفركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في خرور أو من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رسقه بل لجوا في أطوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أو من يمشي صويا على فرات مستقيم كل هو الذي أنشأكم واجعل لكم السماء سماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تشعرون ويقولون متى هذا المعل إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ظلفة سيئة وجوه الذين كفروا وكيل هذا الذي كنتم به تجعون قل أرأيتم إن أهلقني الله ومن معي أرحمنا فمن يجير القافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر